ورد وردود كبيرة بعد احوال كان الأستاذ سعيد صالح في صوت الأمة أساء الناس كتيرة جدا من معجبينك رد ورد وردود ودلوقتي وانا مش عارف والله انت فتاعت السيرة الفنان سعيد صالح يعني لما يتسئل سؤال زي ده بما انه ما يعرفش فما يصحش يرد بإهانة بيقولك انا مش أرجوز بينما انا ممكن ابقى شايفه هو أرجوز على المسرح هو شافني اللي يعمل كده أرجوز انه يروح يعرض لشيخ زايد أو كده انما ممكن يبقى رأي فيك ومثل انه أرجوز يعني تاريخه الفني ما يتعداش دور الأرجوز اللي بيسلي فعيب ان الفنان يندرج او يتزحلق بقى لسؤال يتسئله انا لو سألت السؤال ده من الصحفية عن سعيد صالح حقول الفنان سعيد صالح لو كان عمل ده فأكيد فيه سبب قهري بس ما اعتقدش انه للتسليع او انه أرجوز وانا معرفتي بي طلت هذه السنوات وكل هذا التاريخ يعني معلش يعني ممكن نسامح طيب نسامح ونشوف ماما امريكا والمشهد اللي أثار الجدل ومنتهى الاحترام يعني جسدت شخصية الرجل وبمنتهى الاحترام ويمكن لفينا الفرقة بالديكور على ملطة على مش اعرف ايه ولفينا عشان ندخل ليبيا وعرضنا اتناشر يوم فالسفير المصري هناك عمل لنا يعني حفلة كده بالليل عشاء وعزم الفرقة وقال لي أستاذ محمد عايز سألك سؤال احنا كنا في القاهرة انا وزوجتي يعني من تلاتة شهر وتفرجنا على مصحية في مصر انت ليه هنا في ليبيا ما قلدتش الرئيس فقالتوا لا انا قلده في مصر وتسجن ده شرف انما انا اخشى ان المتفرج هنا يعتقد ان انا مسدق تخرج من مصر وبعمل المشهد يعني فهيبقى ده جبن مني يعني فما ضرش الله علي وده عملت في العراق وعملت في القطرة بس انا شايف اني اتمنى يعني اتمنى بقى ان بحرية اكتر اقلد الرئيس السابق ويتزاع بحرية اكتر اقلد الرئيس القادم لجي ويتزاع ده جزء من اهداف للثورة قامت ليه لعشان الحرية يتمنى والله انا بدعي لربنا ان شاء الله وتشوف اليوم ده عجل